موسيقى اليوم بدي احكي عن فرق بسيط ما بين خيارين في الكورريدرو هم دابلكيت وكلون الخيارين موجودين في هاي القائمة هون في عندنا اشي اسمه دابلكيت اللي هو نسخ وفي عندنا كلون اللي هو استنساخ خلينا نشوف شو الفرق بينهم تقنيا هون بدي اعمل عمليات الكلون وهون بدي اعمل عمليات الدابلكيت في عندي هون مربع وهون مربع او مستطيج يعني الان الدابلكيت كيف بعمله بحدد الشكل وبضغط كونترول دي بصير في عندي نسخة ثانية او اني بحدد الشكل وبروح على ايدت دابلكيت هاي صار في عندي شكل ثاني الان لكلون بحدد الشكل وبروح على ايدت وبروح بختار كلون بضغط عليها هاي صار في عندي شكل كلوند اللي هو مستنسخ الان شوفوا شو الفرق لما انا اعملك لون استنسخ هذا الشكل مستنسخ من هذا الشكل اذا غيرت في هذا الشكل مثلا حطيت لونه ازرق شوفوا اللي استنسخته منه بتغير بنفس الماستر اللي هو سيد وهذا اسمه السيد وهذا اسمه المستنسخ في حين الدابلكيت لو اجي احط لونه ازرق او احمر او اي لون ما بتغير اللون اللي نسخته نسخ شغلة ثانية لكلون اذا انا جيت غيرت في حجمه هيك بتغير حجم اللي تحت دابلكيت ما بتغير اي اشي اذا جيت غيرت هون في الروتيشن دوران بعمل دوران هون ما بعمل اي اشي اذا جيت غيرت هون في الاوتلاين هاي الحدود اللي هون اذا جيت لو انتو بلون ثاني مثل ما حكينا هون بتغير معاي اذا جيت حولت هذا الشكل كونفيرتو كيرف خليته كيرف وضبل كليك وغيرت هيك في الزوايا اللي فيه النقاط اللي فيه بتغير هون مباشرة في حين هون لو اغيره لكيرف يا اما رأي تكليك كونفيرتو كيرف او كونترول كيو مثل ما احنا شايفين هاي هيك مثلا غير هون ما بتغيرش هون نهائيا طيب نرجع تراجع تراجع من الامور الاخرى انه الشكل اللي بستنسخه بيظله حافظ انه هو مستنسخ فلو اضغط باليمين بالماوس فيه عندي هون اشي اسمه سيلكت ماستر وفيه ريفيرتو ماستر الان سيلكت ماستر اذا ضغطت عليها يروح بيحدد لمين سيده فهي يحدد هذا الشكل سيد هذا الشكل طيب في حين هون ما في الشي هذا الخيار ما في الشي اصلا الخيار ماستر ورفيرتو هاي الامور طيب ليش هاي ريفيرتو ماستر يعني الرجوع الى سيدك طيب ليش ديرجع لسيده ما هو اصلا مربوط فيه هاي عشان اذا انا جيت على اللي استنسخته وغيرت فيه مثلا غيرت هيك في الحجم فيه هون ما بتغيرش السيد بس هذا اللي بتغير المستنسخ ولكن اذا جيت بعد ما غيرت في الشكل هون في حجمه وجيت اغير هون في الحجم كمان مرة هون بصير فيش تأثير ببطل المربوطات مع بعض بالنسبة للتغير في الحجم في حين اللون انا ما غيرتش فيه فبيظل اللون مربوط معه الخاط الاوتلاين بظل مربوط معه وهكذا طيب كيف بدي اخلي هذا الشكل يرجع يرتبط مع هذا الشكل من حيث الحجم بحيث ان اذا غيرت في الحجم هون يتغير هون بعمل ريت كلك بحكي له ريفيرت تو ماستر ارجع للسيد تبعك بحكي لي هون خيارات ريفيرت تو ماستر اي 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 اشي يعني شو الاشي اللي ارجع فيه اصلا هون هو شايف انك انت الفيل غيرتو الاوتلاين لا الباثشيب لا البتكيلر ماسك لا فقط انت غيرت في الكلون ترانسفورميشنز اللي هو يا اما انك كبرتو صغرتو او عملتو روتاشن او عملتو سكيو وهي الامور فهو حاطت عليها صح لحاله بحكي له اوكي طلعوا كيف رجع حجمه قد حجم الشكل اللي عندي هون الان لو اجي اغير هون صار رجع يتغير معي هون نجرب كمان شغلي اني اغير هون في الفيل اخلي لون هاد اخضر الان لو اجي اغير هون في اللون شوفوا ما بتغير ايش هون لانه هاد يتغير بدون اذن سيده كيف ارجعه الو بعمل ريت كليك ريفيرت تو ماستر شوفوا الان شو حكي لي كلون فيل انه رجع التعبئة لانه شاف انه التعبئة اللي تغيرت هون هاي اوكي رجعت التعبئة الان لو اجي هون اعبي لون ثاني صار يتغير معه طبعا لكلون نستخدمه احنا بشكل كبير لما بدنا نرسم زخارف فمثلا هاي هيك بدي اعمل صفحة ثانية خليني افترض اني بلشت ارسم بزخارف بهيك فقط باوتلاين موجود عندي هيك عشان يبين بس شوفوا اذا جيت عملت منه ادت كلون هذا الكلون عملته هيك عملت له انعكاس الان شوفوا شو بصير لما اجي اغير هون على الشكل مثلا هيك وبده اغير ابلش ارسم اشكل فيه شوفوا اي حركة بعملها هون قاعدة بتصير هناك اي حركة بعملها هون بتصير هناك فهيك بصير سهل علي اني انا اعمل اشكال زخرفية لانه بكون فيها تماثل على الجهتين سواء يمين وشمال او فوق وتحت اذا قضية الكلون بترجع لخيالك كيف انت بتقدر تستخدم وتوظف هذه الخاصية عشان تطلع برسومات متناظرة او تغييرات متماثلة ما بين شكلين الان بقدر اذا جيت نسخة هذا الشكل هيك عملت منه دبليكيت الدبليكيت من المستنسخ هل بظل مربوط مع سيده هاته نجرب هاي باجع السيد وبغير هون نعم بظل مربوط مع سيده لانه هذا المستنسخ هذا نسخة عن المستنسخ يعني القصد انه هذا مايخذ ميزات انه مربوط بسيده فهذا باخذ نفس الميزات انه مربوط برضه بسيده إذن كانت هاي حلقة حكينا فيها الفرق ما بين الكلون الاستنساخ والضبليكيت النسخ في برنامج الكورليدرو شكرا لكم بتمنى تكونوا استفدتم